موسيقى هذه بالنسبة للخطوط وكيف تكتب كل تاقج الفتحه ويجب غلقه في الاستمرار سوف تتعلمون على هذا الشيء بعدها سوف نأخذ تاق الخاص بالبرغراف اللي هو البي لو كان عندنا براغراف فسوف تكون نراحظ البراغراف لو نكتب هنا مقالات نأخذ اي مقالة موجودة على النت نأخذ اي مقالات نأخذ اي مقالات تمام نأخذ اي مقالة موجودة هنا هنا اجد مقالات هادي هي قد تكون كوبي سوف تكون داخل تاق البراغراف طبعا المحرر سبلام لا يدعم اللغة العربية لذلك هناك مقالات باللغة الانجليزية تنكتب بهذه اللغة لكن عند تنفيذها يقوم بتنفيذ المتصفح بالشكل الاتي كلغة العربية عادي لكن داخل هذا المحرر لا تكتب اللغة العربية بشكل صحيح عندما نستخدم الفجر صديو كود او النوتباد تكتب بشكل صحيح لكن هذا المحرر لا يدعم اللغة العربية نلاحظ ان هنا داخل تاق البراغراف عندما تم فتحه يتم اغلاقه بهذا الشكل يتم تنفيذه على شكل تمام لو اردنا نزول السطر يعني من هنا لو اردنا نزول السطر فنكتب بي ار بي ار بهذا الشكل لنزول السطر من السخي ايضا هنا نريد ان ننزل السطر طبعا تاق البي ار يتم فتحه بهذا الشكل فقط لا يتم غلقه ايضا هنا يتم فتحه لا يتم غلقه مجرد لنزول السطر لو نجي نلاحظ تم نزول السطر في كل مرة عندنا تاق اله ار ار ايضا اذا اردنا ان نفصل كتر الاس الحفظ ار بهذا الشكل تنفتحه فقط هذا لوضع خط فاصل بين البرغراف او بين الخطوط المكتوبة تمام حاليا نجي الى كيف نجعل الخط بولد او مائل او كيف نجعله بهذه الكيفية الخط بولد طبعا تكتب التاج بهذا الشكل بالبي ويتم غلقه مثلا الى ويبسايد على هذه الكيفية التاج بي لاحظ ان الخط اصبح بولد لو اخلي بين H1 ممكن انه انه اخلي تاج داخل تاج هذا ال H1 ايضا اتم غلقه في هذا الكيفين هنا وداخله الخط سيتم كتابته بالخط العريض البولد لاحظ انه تم كتابته خط عريض بولد تمام لو اردنا ان اكتب نفس هذا لكن بخط مائل سوف اضح هنا I وهنا ايضا I هذا التاج اللي هو سوف يجعل الخطوط مائلة لاحظ انه الخط اصبح مائل يختلف عن هذا الخط ال Underline كيف نعملها انه نفس هذا التاج سوف نجعله Underline تاج ال Underline يكتب بهذا الشكل يو ايضا يتم غلقه بهذا الشكل طبعا انا نجعل الكلام كله داخل H1 حتى يظهر بشكل كبير وداخله تاج ال Underline ثم نجي نرفرش نلاحظ انه تم وضع خط اسفل هذه العبارة هذه بالنسبة للخطوط اشتركوا في القناة